كشفت إدارة ديوان المركب الأولمبي محمد بوظيف أن عملية باية التذاكر الخاصة بمباراة الديربي بين المولودية والاتحاد المقررة يوم الثلاثاء المقبل ستكون عبر المناصة الرقمية تذكيرتي وفق المصدر ذاتي فإن عملية البيع لن تكون على مستوى شبابيك ملعب خمسة جويلية الأولمبي حيث أكدت إدارة الملعب أنه سيتم مطرح 30 ألف تذكرة للبيع خاصة بهذه المواجهة بسعر 500 دينار يعني 50 ألف كما كشفت إدارة المركب أيضا أنه سيتم إعلام الجمهور الرياضي بموعد فتح منصة رقمية فور الشروع في عملية بيع التذاكر الخاصة بمباراة الديربي يوم الثلاثاء اشتركوا في القناة